السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة دائما الهم شنال جيس بغى ان شاء الله ستكونوا بخير والأخير ستكونوا فرحانين ستكونوا ناشطين ستكونوا موردي لكم زينة وفتمام عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات للمتتبعات لغزالات الوفيات على القناة دائما الهم شنال ووصفة ان شاء الله ستكون وصفة مختصة بعلاج الروماتيزم بعلاج السياتيق والبرودة اللي كتكون في العظام والألم اللي تكون في المفاصل كاملة 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 فالوقيتها ديالش تكوننا سنعرفوا هاد الألم تكون وتيكون حاضروا بقوة فاليوم غادي نتخلصوا منه حبيباتي بوحد لغوستي تزوينا غادي تعجبكم الوصفة ديال الجارة ديالي اللي بغتجتها معي وشاركتها معايا فالقات عليها نجاح وإقبال بشكل كبير بزاف واختيتها من عندها وقيت لغادي نبغتجها مع المتسبعات ديالي فحتنا نتمنى تعجبكم زوينا بمكونات يعني متوفرة في البيت يعني بأحشاب كما تنقولوا طبيعية ماشي بشي مكونات اللي غاتمشي وتاخدوهم ولا لا الحمد لله غير بأشياء طبيعية وبغيت غير دعوات ديالكم ديال الخير كسبوهم لي في ليكمونتر كسبو لي هكذا دعواتكم مره ما تصوروا شي قداش كنفرح وتشكرتكم لي ومرحبا أيضا حتى بالوصفة الطبيعية لعلاج الروماتيزم السياتيك لبرودة ألم لمفاصيل خصوصا في هذه اللقات ديال برد والناس اللي هما بسين كبيرة أو فلاج كبيرة كما سنعرفوا مثلا على سبيل المثال جدوات ديالنا فهذا العمر هذا وفهذا الفترة هذه تكون عندهم ألم شديد 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 بزاف فالله يشافيهم إن شاء الله أنت من هاد الوصفة ما تبقى شغل عندك بغتاجيوها مع العمو مع سيدات مع حبيبات مع ناس من الأسرة مع الأم مع الجدة ديالك باش إن شاء الله توصل المعلومة لجميع ووصفة اليوم هي الرجال وحتى للنساء حتى الرجال تعانوا من هاد المشكلة سواء كانوا في فلاج صغير أو بالخصوص يعني في العمر الكبير كما قلنا سيل الخمسين والستين والسبعين كنا سنتعرضوا لهذا المشاكل هادو فغادي ندخلصوا إن شاء الله من هاد المشاكل واحد الوصفة زوينة طبيعية كما قلت لكم شاركتها معي الجارة ديالي فانتلنا تعجبكم وانتمنى تستفدوا منها وقبل ما نشون تعرفوا إليها بغيت نرحب بيكم بعدها كلكم وكاملين وكاملات ونقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة شنو كاتسنا وفعلي زل الجرس مرحبا بيك خليلي تعليقاتك خليلي استفساراتك خليلي شنو تبغي تشوفي فيديوهات الماجية عليش تبغيني نتكلم شنو المواضع اللي انتي مهتمة بيهم هي موضوع حبيبتي مهتمة به معالي إلا نجي نبختاجه معاك ونجي نشاركه معاك باش إن شاء الله يفيدك ويعجبك قبل ما مشون تعرفوا لها هاد المكونات نقول لي كما قلت لكم قبل أو لا سابقا ما تنسيش تخليلي دعواتك ما تصوريش قداش غايزيدي وفرحوني فيلي كومنتاق بعد ما تجربيها وبسم الله على بركة الله فأول مكوين كما لحظتوا هنا في الفيديو غتلاحدي معايا أنني عندي حبوب الشاي حبوب أتي بالنسبة للشاي اللي بنات رهزوين بزف لعلاج البرودة والروماتيزم خصوصا الشاي اللي تيكون سخون ماشي دك الشاي البارد هنا بعض الناس أتيعجبهم الشاي البارد ولكن في هذه القلتة دي اللي بشتة ضروري ما ناخدوه الشاي سخون الشاي مغربي دياني يكون سخون باش هكدا نعالجو به عدة مشاكل فالمهم هنا عندي في الوصفة غتحتاجي معايا حبوب الشاي عندي هنا يغير لقاتي المكركب ماشي دك شعرة عندي هنا يغير حبوب الشاي المكركبة هي اللي كنستخدم في العادة ديالي غتحتاجي معايا ان شاء الله سكين جبير أو زنجبيل سكين جبير اللي بالناز ما تصوروا شي قداش زوين غصيت لي هي علاج ألم المفاصيل والبرودة والهججة ديال العظام وعدة أشياء فغتحتاجي معايا وحد المعلقة الناس اللي كيقولوا لي هو ورا مبنين شي هو أكيد اللي بنا ديله غير مستحبة نوعا ما ولكن الفوائد ديله ره متعددة والناس اللي ما تيبغوش يستخدموه بودرة ممكن استخدامه وطازج معايا إلا تاخديه طري جيبيه تقسليه وتبشره أو لا تحكيه وتستخدميه فهد لا غصيت غادي تحتاجي معايا ان شاء الله إلى إكليل الجبل أولا روز ماري أنا غادي نوريكم الشكل دياله كيفاش كيجي هدا هو إكليل جبل أولا روز ماري كيجيب هاد الشكل هادا فغتحتاجي معايا كمية منه وهادي تحتاجي معايا ان شاء الله القرفة أولا الدارسين هنا عندي القرفة البلدية خذي القرفة البلدية ره هزوين زوين لعلاج هاد المشاكل هادو ما تاخديش ديك ديك الرومية خذي البلدية وغادي تحتاجي معايا ان شاء الله الواحد معلقة ديال العسل هنا عندي العسل تحلية لأنه نمشرب فيها غير الأعشاب كمسلا عرفوه الأعشاب فهي نوعا ما غير مستحبة ولكن الفوائد دياله الحمد لله لا تعد ولا تحصى فغادي تحتاجي معايا معلقة ديال العسل آخر مكوين وحتى هو زوين لها شاشة العظام والبرودة والروماتيزم السياتيك هو الكوركم غادي ناخد هنا بغي معلقة صغيرة لأنه الكوركم كنين بعض الناس ما تيروغيوش البنة دياله ولكن اللي بنا ترى الفوائد دياله عظيمة كما قلنا كل مكونات عدنا عشاب طبيعي الحمد لله فدبا غادي ندوز معكم لطريقة ستحضير حنا دبا تعرفنا على المكونات اللي هما حبوب الشاي عدي سكينجبير او لزنجبيل بودرة او لطازج على حسب المسوفر اكلي الجبل او ما يعرف بالازير وايضا القرفة او لادارسين والكركم او لالخرقوم البلدي يكون بلدي على حقو طريقو من الاحسن سيكون يطحنها علي الدك ومع القدية العسل التحلية وصفة يوم هي هي براءة عن محلول اي مشروب لعلاج هد المشاكل هادول اللي سبق لنا وذكرنا فبسم الله في كسرون سأضيف كمية من اكليل الجبل وسأضيف كمية من حبوب الشاي وسأضيف كمية من المكونات اللي عندي هنا كما قلنا معلقة ديال الدارسين او القرفة معلقة ديال سكينجبير او زنجبيل بودرة ومعلقة ديال الكوركم وغاديد تاخذ كوب ديال الماء البارد وضيفه وتحركي ليمزيان هاد المكونات انا را كنعطيكم الوصفة كيف مشاركتها معي شجارة ديالي انا نتمنى تعجبكم ما كان زيد ما كان نقص كما سنقوله كانعطيكم دك شي كما هو فالوصفة بعد ما حركتها زيان ده بغاديد يندوز التصفية هاد المحلول او لا هاد المشروب الرائع ولكن قبل كل شي بعد ما اضيفوا الماء البارد خسكم تغليوا هاد المقادر النار تكون هاد البنات هاد التوابير را ما تيبغيوش انا نحرقوهم يلا حرقناهم الوصفة ما غاديد نحتي شي نتيجة تكون نار هاد او مهيل الاقصى درجة و تخليها غير 5 ساعة او 15 دقيقة و تزيل تصفية ديالها لانو كما قلنا التوابير كيت تحرقو فبالتالي إلا خليناهم مدة طويلة ولا زينا عليهم البوطة النتيجة ما غاديش تكون غاديد يكون غير وصفة بدون فائدة نهائيا لانو الوصفة دائما نخصنا نمشيو مع كما سنقوله الاسرار ديالها باش نجحوها المية في المية فغاديد معي دك الكوب باش نصفوا هاد لاغو السيد ولكن بعد ما كتوضعوها فوق النار مش يضيفو المبارد وتصفوها وتشربوها انا ما تنجح شاي بحال 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 عملتوا المبارد بحال عزلتوا البوطة بزرف او لا يعني يجهدتواها من اللي احسن تتمهلو البوطة يعني تكون هادئة وتخليوا الوصفة تبرد بعد ما تغلى وجميع العناسرية تدبلو يتلقوا الفعالية ديالهم عد من بعد كدوزولت صفية المحلول او المشروب بصحة و الراح كيكون واحد اتاي او لا شاي لانه عملنا حبوب اتاي او الشاي فهو كيصبح اتاي ولكن بالاعشاب من السم بالاعشاب منشي بحال الاتاي ديالنا المغربي العادي الناس اللي عندهم مشاكل من هادئة التوابل ما يعملوش كمية كثيرة انا هنا استخدم ملعاقة انتي ما تستخدميش ملعاقة استخدمي غير اسماعيلقة او لا غير الربع او لا غير التولد على حسب ده بغادي ندوز معاكم باش نحلوا هادئة المحلول لانه باش نكونوا واقعيين ونكونوا صريحين مع بعضنا البعض كما كتعرفوا علي الحمد لله دائما المصدقية ودائما صراحة فهاد المحلول اللي عملتي بهاد التوابل بدون تحلية ما كيكونش بنين نهائيا فضروري ما تستخدميليه تحلية باش يكون بنين ويعجبك ان شاء الله فهنا يا غد ينضيف لوحد المعي القادية اللي حسل فهذا هو المشروب صحة والراحة معليكم إلا تاخدوه تشربوه ودقولوا لي كيف جدتكم هاد الوصفة كما قلت لكم الحمد لله مضمونة ومجربة من الجارة ديالي فحسنتوا من تمنى انكم تجربوها بالأعشاب الطبيعية مع العلم ان الجارة ديالي يعني امرأة كبيرة في السن يعني ماشي شي امرأة صغيرة والحمد لله كتستخدمها كما قاتلية كنتستخدمها دواء في كل وقيتها يعني بحكم دبل فصل ديال فيما كتحس بانه العدم ديالها غير بدو كما كان قلو فيهم ألم غير بسيط ماشي دك الألم الحد فكتاخذ واحد الكوب سخون كتتخن به وكتبيش حاجة سخونة في هاد لوقيتها ديال برد ما كتبيش الأشياء الباردة وكتعالج به السياتي كالروماتيزم آلم المفاصيل هاشاشة العظام وكل هاد الأشياء لان هاد التوابيل الحمد لله عندهم فعالية ودور كبير ومهم واساسي لبنات ممكن تبحثوا عليهم سوغان تغنيت الناس اللي كيفوها كده يبحثوا قبل ما يشربوا ولا قبل ما يياكلوا في أي وصفة طبيعية فأكيد من حكم حبيباتي معليكم إلا تبحثوا وتدوروا على هاد المكونات سوغان تغنيت وغلقوا الحمد لله عليهم فوائد لأنه أحتان ما بغتاجيتها معكم ومشاركتها معكم أعطتها لي الجارة وجربتها وقلبت على المكونات والحمد لله لقيت فغيما وعندها فعالية وعندها ميزاقية فحتنت وما حبيباتي 28 جربة في القريب العاجل تعتها الأم ديالك كهدية في هذا الفصل تشاركيها معا الجدة ديالك بغتاجيها معنا ستعرفون في واتساب في ليجوب أكيد كما تعرفون تكونوا عندناها صديقاتنا في ليجوب فيسبوك نشاركوا معهم الحاجة الزوينة فبغتاجيوها معهم أيضا بغتاجيوها في ليجوب فيسبوك عملي واحد لايك قبل تعليقاتكم حبيباتي كنقرأ كاملين فشكرا لكم ونشوفكم في فيديو قادم بإذن الله وبصحة والرحة والهانة والشفة لأي امرأة والأي رجل بغي يعالج الروماتيزم ويعالج سياتيك وألم العظام وهشاشة العظام أيضا فشكرا لكم ونشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله